اتحاولت قوات النظام السوري اقتحام حي جوبر شرقي العاصمة دمشق وسط قصف مدفعي وصاروخي على الحي في خرق مستمر لاتفاق تخفيف التصعيد تفاصيل مجرى في شرقي دمشق اليوم في سياق هذا التقرير محاولة جديدة للنظام اقتحام حي جوبر الدمشقي في خرق جديد لاتفاق غفظ التوتر الذي وقع أخيرا في أستانا وبضمانة روسية تركية إيرانية النظام شن هجمات برية على مواقع فيلق الرحمن مصحوبة بقصف مدفعي وصاروخي استهدف الحي الواقع شرق دمشق الأمر الذي دعا فصائل المعارضة للرد وصد الهجمات التي شنتها الفرقة الرابعة في قوات النظام مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاذية للحي هي الأخرى لم تسلم من قصف النظام على الرغم من أنها تدخل أيضا في اتفاق وقف التصعيد إذ أفادت مصادر إعلامية محلية أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينتي دومة وسقبة ما تسبب بقتل طفلة في دومة وإصابة عدد من المدنيين بجروح فضلا عن دمار أصاب المناطق المستهدفة المصادر تحدثت أيضا أن قصفا مدفعية مماثلا لقوات النظام استهدف بلدة كفر بطنة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق مدن وبلدات الغوطة وتستمر قوات النظام في قصف الغوطة الشرقية المحاصرة رغم سريان اتفاقي تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار الذين يتضمنان وقفا للأعمال القتالية ونشر قوات مراقبة في المنطقة إضافة لتسير قواف الإنسانية إلا أن هذه الخرقات لا تزال تحول دون صمود هذا الاتفاق